بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل الأرض مهادا وجعل الجبال أوتادا والذي خلقنا أزواجا والذي جعل الليل لباسا والذي جعل النهار معاشا سبحانه على قدرته وسبحانه على حكمته يسبحه الطائر في وكره والوحش في قفره ويعلم العبد في سره وجهره وصلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا رسول الله نفحة الله الحانية ورحمة الله الدانية صاحب العطرة الزكية والسيرة الندية وعلى آله وأصحابه وصابيح الهداية وأنوار العطاء الموصول إلى يوم القيامة وبعد فإن المال مال الله إن أنفق المرء منه زاده الله من خيره لأن الإنفاق شكر والشكر كما وعدنا ربنا يزاد لصاحبه لإن شكرتم لأزيدنكم ورد هذا القول على ألسنة كثير من الناس منسوبا إلى سيدنا وحبيبنا رسول الله بغير علم وهو إذا أقبلت عليك الدنيا فانفق منها فإنها لا تفنى وإذا أدبرت عنك فانفق منها فإنها لا تبقى هذا من كلام الإمام علي كرم الله وجهه وليس من كلام سيدنا النبي وهو دعوة إلى الإنفاق وأن المرأة إذا رزقه الله المال عليه أن يعرف حق الله فيه فالمال وديعة مستردة وعارضة زائلة وأمر حائل يعطيه الله لبعض خلقه ليختبرهم وليبتليهم ليتبين من يشكر ليزيده ومن يكفر ليصبح المال ضلالاً ووبالاً علي الإنفاق في سبيل الله في الدنيا إذا أقبلت شأن الصالحين ولهذا جاء هذا الخبر الصحيح الذي اتفق الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما على روايته من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال يقول رب العزة يا ابن آدم أنفق أنفق عليك إذا أنفق العبد فإن المدد موصول وإن عطاء الله لن ينقطع وإن خزائنه ملآنه فمن أنفق أنفق عليه ولذلك جعل الله جزاء الإنفاق مزيداً من العطاء في الدنيا ومزيداً من الأجر يوم لقاء الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حذر الناس الذين يخافون من فوات الرزق قائلاً لما دخل على سيدنا بلال ورآه قد احتفظ بكثير من التمر يزيد عن حاجته قال يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا روى ذلك الخبر الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد والإمام الطبراني وغيرهما أي أنفق من هذا المال ولا تخشى فوات الرزق لأن الله يقول في الحديث القدسي ما أحبني من أحب الدنيا وما توكل علي من توكل على الرزق ما توكل على الخلق وما خشيني من خشي فوات الرزق الذي يخشى أن يفوته رزقه إنسان لا بد أن يعلم أن الأجل والرزق محتومان يقول حبيبنا فيما أخرج أحمد لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب يبقى لا بد لنا أن ننفق لأن الذي ينفق يزيده الله من فضله والزيادة من عنده إن شاء جعلها مددا موصولا فلقد جاء في الصحيح أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه قال والله ما حزنت في حياتي على شيء كحزني على مقتل عثمان وعلى فقد المزود قالوا أما مقتل عثمان رضي الله عنه فنحن نعرفه فما هو خبر المزود والمزود هو الإناء الذي يوضع فيه الزاد وكان الصحابة رضوان الله عليهم يضعون فيه التمر في رحلاتهم وفي إقامتهم وفي حلهم وفي ترحالهم قالوا ما خبر المزود يا أبا هريرة قال كنا في سفر ونفد الزاد فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتوني بفاضل طعامكم قال فجئته بمزودي وفيه بعض التمرات قال فوضع يده الشريفة في المزود وأخذ يعطينا منه لنأكل فطعمنا جميعا وبقي التمر كما هو والخبر في الصحيح قال أبو هريرة قال لي رسول الله خذ ولا تحسي أي ادخل يدك وخذ منه التمر ولا تحسي ما فيه خذ ولا تحسي قال فأخذت آكل منه فترة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفترة حياة أبي بكر وفترة حياة عمر وفقد مني يوم مقتل عثمان إن دل ذلك على شيء إنما يدل على وجود البركة فيما إذا أنفق الإنسان لمرضات الله سبحانه وتعالى وكان سيدنا أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وهو من خيار التابعين مثلا حيا في معرفة ذلك يا ابن آدم أنفق ينفق عليك ضاق به الحال سيدنا أبو مسلم ذات مرة فشكت إليه زوجه فقال تصدقي بكل ما عندنا فتصدقت زوجه بكل ما تملك في البيت ولما جاء المساء طرق بابهم طارق وإذا برجل يحمل كمية من الدقيق أدخلها إلى بيت أبي مسلم فلما نظر وفتح الإناء وجده بر وجده قمحا لم يطحن بعد فنظر إلى زوجته مبتسما وقال يا أمة الله هل تصدقت بكل ما عندنا قالت تصدقت بكل شيء إلا الرحى التي نطحن عليها قال والله لو تصدقت بها لأرسل الله إلينا دقيقا ولم يرسل إلينا قمحا أو برا وكانت امرأة من الصالحات الطيبات تعرف هذا القدر ورد أنها طرق بابها سائل وكانت قد وضعت في فيها لقمة فأخرجتها من فمها لتقدمها للسائل وطوت أي ظلت طاوية وإذا بها تخرج مع وحيدها لتحتطب فلما ذهبت تقطع الحطب عدا ذئب على ولدها فأخذه في فكه فأخذت تهرول حول الزئب وتصيح وغوثاه ورباه وإذا بيقف ويلقي طفل من فيه فلما تعجبت من ذلك نوديت يا أمت الله لقمة بلقمة أخرجت اللقمة من فيك للسائل فأخرج الله ولدك وهو لقمة سائغة من فم الذئب الصلاح والفلاح صورة طيبة لمن إذا أعطاه الله المال استغله في مرضات الله وأعطى أكثر مما يطلب منه لقد ثبت أن سيدنا ليس ابن سعد رضي الله عنه سألتهم رأة شربة من عسل فأعطاها زقا والزق إناء ما الآن بالعسل فقيل له يا إمام لقد سألتك بعض العسل قال سألتنا على قدرها وأعطيناها على قدرنا إذن إذا ما جاءت الدنيا عليك يا ابن آدم فقدم ما أعطاك ربك فيها ليكون ذلك زادا موصولا لك عند لقاء ربك ولقد ثبت أن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان وصف بأنه كان كالريح المرسلة من فرط جوده حتى قال القائل يمناك تهمي بالعطى وتجود وسمى بنسبته إليك الجود يا من إذا أوفى ببابك طامع حيزت له الآمال وهي شرود كان إذا جاءه سائل ولم يكن عنده شيء قال اذهب وابتع علي أي اذهب واشتري على حسابي رغم أنه لا يملك هذا وكان من الممكن أن يعتذر لكنه ما أرد أن يرد سائلا وهو الجواد الكريم اللهم اجعلنا من أهل الجود واكتب لنا معرفة الجود وإذا رزقتنا فأوزعنا شكر ما أنعمته علينا واجعله يا ربنا نافعا لنا في الدنيا وشافعا لنا يوم لقائك واجعل المال خلف ظهورنا ولا تجعله في قلوبنا ولا تجعل الدنيا كل همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل حاجتنا في يد أحد من خلقك يا رب العالمين هذا وبالله التوفيق وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته